في بلاد التقدم والحداثة قد لا يكترث الأشخاص بتحذيرات ارتفاع درجات الحرارة بينما في العراق أحد الدول التي تعاني ضعف بنية تحتية لا تسعف أهلها بمواجهة تداعيات التغير المناخي من جفاف وارتفاع شديد بدرجات الحرارة ومع هذا فإن العالم أمام ضربات متتالية من انهيارات المناخ آخرها التي أعلنتها الأمم المتحدة ومع تسجيل عام 2023 كأشد الأعوام حرارة على الإطلاق فإن القادمة بحسب منظمة كاربون بلان أشد بكثير تحديدا ما كشفته صحيفة واشنطن بوست بحسب علماء مناخ بارزين من أن الطقس المتطرف الذي يشتاح أنحاء العالم في العام الحالي سيصبح القاعدة في غضون عقد من الزمن إذا لم يتم تبني إجراءات مناخية جذرية تقرير للصحيفة الأميركية كشف أن مدينة بيليم شرقي البرازيل ستشهد أعلى عدد أيام من الحرارة عام 2050 والتي تنتد إلى 222 يوما على الأقل أما في آسيا والمنطقة العربية تتعرض مدينة البصرة العراقية لحرارة قياسية على مدار 148 يوما في الأعوام المقبلة بعد أن كانت مئة يوم فقط في عام 2000 وللبصرة غنية دول العالم في النفط نصيب وافر من غياب البنية التحتية ونسب الفقر الكبيرة ما يهدد حياة سكان العراق عموما والبصرة على وجه الخصوص لما يتجرعه البلد من تداعيات التغير المناخي وارتفاعات درجات حرارة الطقس في السنوات المقبلة لواحة إنذار حملها متنبئون في العراق قبل تلك التقارير العالمية لكن ناشطين حذروا من غياب التحرك الرسمي الفاعل لمواجهة واقع البلاد المناخي اشتركوا في القناة